السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلا وسهلا بحضرتكم معكم محمد عبداللهدي من قناة مصر أو تتوقع حضرتك أساساً أن أي ترتيبات في قلب المنطقة العربية أو في قلب منطقة الشرق الأوسط بتمر بعيداً عن القاهرة كل الترتيبات، كل التحركات، كل الصفقات حتى على المستوى السياسي لما في صالح المنطقة العربية كل المواقمات، كل التوافقات، كل البيانات، كل المؤتمرات، كل الندوات كل التحركات المذكورة سابقاً كلها دائماً تمر من خلال القاهرة القاهرة لا تتحدث كثيراً إنما تعمل كثيراً وتتحدث أقل هي يدية القاهرة يعني بمعنى مصر بتتحرك بشكل كبير جداً وأكتر من أي دولة عربية في الإطار العربي والإطار الدولي بلا دقيق، ليه حضرتكم؟ هو ده درها، هو ده اللي بتعمله الكلام ده بقوله تعقيباً على الاجتماعات والمباحثات التي أجريت في قلب القاهرة ما بين سوريا الأسد ومصر عبد الفتاح السيسي بقول ذلك لأن كان هناك اجتماعات أجريت ما بين وزيرة خارجية الدولتين سامح شكر وزير الخارجية المصري وفيصل المقداد وزير الخارجية السوري نتاج المباحثات البيانات التي صدرت عن هذه المباحثات منذ ساعات قليلة لتكشف السطار أن كان هناك أشياء كثيرة للغاية مخفية ولم يتم الإعلان عنها النتيجة حضراتكم هذا الذي وصلنا له وصل فيصل المقداد وزير خارجية سوريا إلى القاهرة منذ ساعات قليلة وأجرى مباحثات مع سامح شكري النتائج كانت رائعة رغم كل ذلك إلا أننا نؤكد أن سوريا الأسد حققت أكبر ضربة في مواجهة التحالفات الغربية بهذا التحرك مش الأخير فقط لا غير التحركات السابقة وجاء التحرك الأخير والمباحثات التي أجريت على أرض القاهرة تعتبر بمثابة الضربة التي قسمت ظهر البعير يعني بمعنى أن المباحثات ديت أساسا دشنت تحركات سورية تشنت الانتصار السوري القوى الغربية وتحالفات كل الشياطين الغربية كانت بتراهن على الإطاحة ببشار الأسد رئيس سوريا خلال السنوات اللي فاتت عبر دعم القوى الإرهابية وقوى الفساد وقوى الخيانة وقوى العار والزباب الإلكتروني اللي بيهاجمنا بألاف التعليقات يلي صفتك يلي نعتك أنت ليه بتدعم بشار ده صفته ده نعته وإحنا عارفين كويس جدا أن دية لجان إلكترونية مدفوعة الأجر عشان تزعو من هي بتتحدث عن الشعب السوري كانوا بيخططوا للإطاحة ببشار الأسد كانوا بيخططوا أن سوريا يتم تقسمها لتلات أربع دويلات كانوا بيخططوا أن هم يفضلوا داعمين للإرهاب ومعتدين على سيادة سوريا للأبد بحيث أن هما يشتغلوا بمزاجهم أضعفوا سوريا يضعفوا العراق يضعفوا مصر يضعفوا ليبيا تونس الجزائي أي من الدول العربية يضعفوها وبناءا عليه يسهل عليهم السيطرة على مقدرات الأمور هما مش قالوا كده من خلال نظرية بيرنرد الويس المستشرق اليهودي اللي قال فيها بالحرف الواحد ما يصحش أن مجموعة العبيد الموجودين في منطقة الشرق الأوسط وبالذات في المنطقة العربية أن هما يتحكموا في الموارد الطبيعية اللي بيحتاجها الأسياد الدول الغربية وبناءا عليه عشان نضمن أن نسيطر على هذه الموارد الطبيعية اللي نحن نحتاجها لشعوبنا أول حاجة لازم نعملها تفكيك المنطقة دية عبر مخططات جه السيد باراكو أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق تبنى هذه النظرية وبدأ يصدر للمنطقة العربية طبعا ثورات الخراب العربي من خلال شعارات رنانة الديموقراطية حقوق الإنسان النتيجة حدث ما حدث سنة 2011 حتى تاريخه صدروا الفوضى في قلب الدولة السورية باعتبار أن هي دولة مواجعة وتم التخطيط للإطاحة ببشار الأسد تم الإطاحة بحسن مبارك تم الإطاحة بزين العابدين في قلب الدولة التونسية تم الإطاحة بالقزافي في قلب الدولة الليبية تم الإطاحة بعالي صالح البديل إيه حضرتك البديل الخراب والفوضى لمدة عشر سنوات متواصلة لولا ستيرت ربنا على الدولة المصرية وعي الشعب المصري ما كانش حدث ذلك الذي حدث عشنا فقط لا غير في سنتين خراب أضع على الدولة المصرية وعلى اقتصادها النتيجة إحنا بنعاني الأمرين بسبب هذه الفوضى خطط للإطاحة ببشار الأسد بشار الأسد أدرك الصفقة القذرة قوى الإرهاب من جانب والقوى الغربية من جانب آخر القوى الغربية اللي دعمت مظاهرات إيران القوى الغربية اللي دعمت مظاهرات في دول عربية أخرى لكن نجحت بعض الدول العربية في إنقاذ نفسيها بنفسيها نجحت مصر في إنقاذ نفسيها في أعقبها مباشرة نجحت تونس بعد عشر سنوات بعد العشرية السوداء نجحت الدولة السورية في أن هي تتصدى للمخطط وتتصدى لتقسيم سورية لثلاث دولات نجح الرئيس بشار الأسد في إن هو يتصدى لهذا المخطط قالوا يا شعب سورية الخمر واللبن والعسل المصفة هنجبه لكم على طبق من فضة بس لازم الإطاحة بشار الأسد وعشان إحنا بنحب الشعب السوري ومنحبه ما بننمشي الليل ما ينفعش إن بشار الأسد يستمر لابد أن يستجيب لهذه المظاهرات على الرغم من إنهم المولعين المظاهرات ديّة زي ما عملوا كده في إيران مؤخراً وزي ما عملوا في مصر في قلب مدان التحرير في أعقاب صورات الخراب العربي وزي ما عملوا في ليبيا وبعملوا فيها حالياً وزي ما عملوا في دولة تونس لحد وقت قريب النتيجة إن الرئيس بشار الأسد نجح في إن هو يتصدى لهذا المخطط ويقود الدولة السورية بقوة في مواجهة التقسيم الكبير دلوقتي سوريا بدأت ترجع رغم أنف كل الخوانة والإرهابيين للحضن العربي وفوضة عربية ذكرناها في عشرات الحلقات مباحثات مستمرة تحرقات للرئيس السوري بشار الأسد على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي بعض الدول العربية تصدت لوجود سوريا في قلبي جمعة الدول العربية ليه؟ عشان الديمقراطية في قلبي سوريا وإنت مالك يعني أنت ليه بتتدخل في الشأن السوري؟ هو ده من صلاحياتك؟ لأن بشار الأسد اعتدى على المعارضة معارضة؟ معارضة ايه؟ إذا كان المعارضة المزعومة أساساً المدعومة من بعض الدول الغربية وبعض دول المنطقة المعارضة ديت أساساً هي اللي ولعت الدنيا ضد الشعب السوري الخطوة الأخيرة اللي خطتها الدولة المصرية في اتجاه سوريا دشنت الانتصار السوري الكبير يعتبر اللقاء الذي تم إجراءه فوقه الأراضي المصرية منذ ساعات قليلة ما بين سامح شوكري وزير الخارجية المصري وفي صالة المقداد وزير الخارجية السورية يعتبر بمثابة تدشين لهذا الانتصار نجحت الدولة المصرية في أن هي تتحرق خطوات قوية جداً وفاعلة نحو سوريا لإعادتها للجسد العربي الكثير من المحللين أكدوا أن الخطوة بتاعة مصردية بتؤكد وتؤشر أن مقعد سوريا في قلب جامعة الدول العربية خلاص ساعات قليلة من عمر الزمن وهترجع سوريا مرة أخرى بس عاوز أقول لحضراتكم على حاجة بشار الأسد مش حريس قوي على أن هو يرجع لجامعة الدول العربية إن لم يحدث توافق عربي كامل من أجل عودة سوريا تعالوا بقى حضراتكم شوفوا إلا حصل طبعاً احنا عارفين كويس جداً أن محمد مرسي رئيس جماعة الإخوان كان قطع العلاقات مع سوريا بناء على تعليمات من أسياده قطع العلاقات ليه؟ أصبح بشار الأسد بيعتدي على المعارضة على الرغم من أن محمد مرسي وجماعة الإخوان سواء إذا كان في مصر في أحداث خراب يناير وجماعة الإخوان في مصر وجماعة الإخوان في ليبيا وجماعة الإخوان في قلب الدولة التونسية بعتوا الشباب بتحهم في قلب سوريا عشان إيه؟ زي ما قال محمد مرسي في خطاب له في سبيل أنه هما يدعموا المجاهدين في قلب سوريا لبيك سوريا وبعت ألف من الشباب الإخواني عملوا إيه سعادتاك؟ تدخلوا في الشأن السوري أثاروا الفوضى والخراب أتلوا، تبحوا، نهبوا، حرقوا، تلبوا واتهموا الرئيس بشار الأسد هو اللي عمل كده طبعا في ضيحة بجلاجل واللي عاوز يعرف المزيد من المعلومات يرجع للملفات السودة حاليا الموجودة دلوقتي داخل أدراج السلطة القضائية التونسية اللي بتحقق حاليا في اتهمات موجهة لعناصر حركة النهضة إنه هما بعتوا حوالي عشر تلاف شاب من الشباب التونسي لسوريا عشان يشاركوا في الجهاد أي جهاد؟ هو جهاد؟ ولزقوها في الرئيس بشار الأسد بدأت العلاقات ما بين مصر وما بين سوريا ترجع فورا تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الدولة المصرية إلى درجة أن كان هناك تبادل زيارات ما بين قيادات أجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنية في مصر وسوريا مصر رأيت أيضا إعلان هدنة حمص سنة 2017 واستضافت مصر عدد من الفصائل السورية اللي وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار سنة 2018 ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصل بالرئيس بشار الأسد في أعقاب زلزال فبراير الماضي منذ ساعات قليلة وصل وزير الخارجية السوري في صل المغداد للقاهرة تلبية لدعوة طبعا من سامح شكر وزير الخارجية المصري وديت تعتبر أول زيارة من نوحها على المستوى الرسمي منذ عام 2011 الزيارة شهدت عقد لقاء ثنائي مغلق ما بين وزيري خارجية البلدين لقاء مغلق ما فيش حد تاني إيه بقى؟ ليه حضرتك؟ لأن مصر لا تتحدث كثيرا مصر تفعل ومن ثم حدث اللقاء المغلق ليه حضرتك؟ لا مش مطلوب أنك أنت تعرف بس تستنتج فصل المغداد وصل القاهرة سامح شكر كان قبلها في أعقاب الزلزال كان في دمشق فصل المغداد جه بلا مقدمات معنى ذلك أنه كان فيه ترتيبات على أفضل وأخطر ما يكون جولة مباحثات مغلقة بعيدا عن وسائل الإعلام ومحاولة دسة أنفها في أشياء سرية معنى ذلك أنه فيه ترتيبات بتقوم بيها الدولة المصرية على المصار السوري العربي ثم أعقابت جلسة المباحثات المغلقة مباحثات موسعة شملت الوفدين المصري والسوري وتناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعززها بما يعود بالنفع على مصلحة للشعبين السوري والمصري بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيان بالأمس قالت على ضوء ما يربط بين البلدين من خلال ومن صلاة أخوة وروابط تاريخية وما تقتضيه المصلحة العربية المشتركة من تضامن وتكاتف الأشقاء في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة فقد تناولت المباحثات سب المساعدة الشعب السوري على استعادة وحدته وسياته على كامل أراضيه ومواجهة التحديات التي تحاصر الدولة السورية من كل اتجاه وهذه التحديات المتزايدة بصفة مستمرة وعلى رأس هذه الملفات التي تم منقشتها تسويت الأزمة السورية إيه بجاء؟ بعض الناس كانت بتسأل إلى درجة أنها كانت بتهاجمنا والناس دي من الزباب الإلكتروني المحسوب زوراً وبهتاناً على الشعب السوري الشقيق وده زباب إلكتروني تابع لعناصر جماعة الإخوان اللي يعتبروا ملهمش علاقة بالشعب السوري زي ما احنا بنقول بالضبط أن القوى الإرهابية وعناصر جماعة الإخوان لا علاقة لهم بالشعب المصري احنا متبريين منهم لأن دولي مجموعة من القوى الإرهابية اللي استحلت لنفسها دماء الأشقاء في كل الدول العربية بلا استثناء هذا الزباب الإلكتروني كان دائماً بيسألنا دور مصر فين من ناحية سوريا لما أنت بتناقش كده الأزمة السورية ها هي زي مصر هيا دي مصر مصر التي تعمل في صمت لصالح الأشقاء بس مش هولا أكتر من كده ثم اتفق الوزيرين على تكثيف قنوات التواصل ما بين البلدين على مختلف الأصعيدة خلال المرحلة القادمة طبعاً ده هي جن جنون عناصر الخيانة والعرفي قلب المنطقة العربية فهدف تناول القضايا والموضوعات التي تمس مصالح البلدين والشعبين المصري والسوري سامح شكر وزير الخارجية المصري أعلن عن دعم مصر الكامل لجهود التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة السورية في أقرب وقت نحلها بقى كل القوى والمرتزقة الموجودين على الأراضي السورية هيخرجوا غصباً عن اللي جابوهم وده كان أحد شروط الدولة المصرية من أجل الموافقة على عودة العلاقات بينها وبين تركيا رجع العلاقات ما عنديش ميناء الخروج من كل الأراضي العربية عدم التدخل في الشأن العربي بالمرة من سوريا ومن ليبيا وأكد على مسندة مصر لجهود المبعوث الأمم الخاص إلى سوريا وأكد أيضاً على أهمية استفاء الإجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطني بين الأشقاء السوريين وبناء السقة وأكد أن التسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية من شأن وضع حد للتدخلات الخارجية على الرغم من أن القوى الخارجية هي التي صنعت الفوضى في الداخل فاستسمروها لصالحهم فتدخلوا في الشأن السوري فمصر بتؤكد أنه لابد من التوافق طب نعمل إيه؟ قوى إرهابية مسك السلاح في مواجهة الشعب السوري لازم يتمسح بيهم الأرض لازم يتم التصدي لهم وإلا دول العالم هتكتحها الفوضى فاكرنا حضرتكم تدعيات الأحداث في قلب الدولة المصرية في أعقاب صورات الخراب العربي لما المأسوف على شبابهم والمغدورين استحلوا لنفسهم أنهم يحولوا ميدان ربعة لدولة داخل الدولة تصوروا نفسهم أنهم أكبر من الدولة إزاي ابن أنت وهوى؟ لا يرجع محمد مارسي لأصل الرئاسة وفورا العمليات الإرهابية سوف تتوقف فورا في قلب سيناء ناري سويد يعني معنى ذلك ده أنت متأمر وهبل يعني معنى ذلك أنت بتعترف بعضمة لسانك أنك أنت السبب أساساً في التفجيرات التي تحدث في قلب سيناء أنت بتساوم أجهزت الدولة؟ يعني أنت بتفرض شروطك على الدولة؟ بس حدث ما حدث أنت خلية سرطانية وبالتالي من حق أي دولة في العالم أن هي تتصدى لمثل هؤلاء ولذلك ولذلك إحنا نتمنى أن الدولة السورية يكون عندها أن يبوى مخالب بحيث أن هي تتصدى لكل الخلايا السرطانية الموجودة في قلب الوطن السوري دول من همش علاقة أساساً بالشعب السوري بلا استثناء يعني هم محسوبين زوراً وبهتاناً على شعب سورية شعب سورية هو اللي بيخاف على وطنه شعب سورية هو الحريص على وطنه شعب سورية هو الذي يلتف حول قيادته حتى لو مختلف معاها في مواجهة التحديات الخارجية رجع الاستقرار لدولتك وبعد كده اتخانئ زي ما أنت عاوز مع الرئيس بتاعت لكن إنك أنت تتواطأ مع القوى الخارجية في مواجهة السلطة بتاعتك يبقى أنت خاين وابن ستين في تسعين إذا تعرض أمن الوطن للخطر فلا تسألني عن حقوق الإنسان فيش حاجة اسمها حقوق إنسان وحقوق زفت عندما يتعرض أمن الوطن للخطر هو دا اللي احنا نتمنى وأكد سامح شكر وزير الخارجية المصر على أهمية استفاء الإجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق أمر مهم جدا وأكد عليه سامح شكري فيصل المقداد وزير الخارجية السوري أعرب عن تقدير سوريا وشعبها لدور مصر على مدار سنوات الأزمة يكشو بقى عناصر الخيانة والعري تكسفوا على دم اللي جابوهم لأنه هم كانوا دايما بيسألوا وماذا عن مصر؟ لا يا حالتها أنت وهوى زي ما قلت لحضراتكم مرارا وتكرارا مصر تفعل ولا تثرثر كثيرا مصر تفعل ولا تتحدث كثيرا هذه فيصل المقداد ويعرب عن تقدير سوريا وشعبها لدور مصر على مدار سنوات الأزمة مش مطلوب أن مصر تعرفك اللي بتعمله إيه؟ مش مطلوب أن مصر تكشف كل أوراقها لأن في لعبة السياسة مش مطلوب أعلن أنا بعمل إيه؟ إنما المسائل بتتبلور في مواقف وأعرف فيصل المقداد عن تطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة المزيد من التضامن العربي مع سوريا كي تتمكن من تجاوز أزمتها وتتطلع بدورها التاريخي الداعم لقضايا أمتها استنتجنا منذ شهور أن سوريا عائدة بقوة لأن سوريا بنعتبرها قلب العرب النابض سوريا بتعتبر بمثابة المدافع بقوة عن أمن المنطقة العربية دولة محورية، دولة مواجهة، دولة عانت كثيرا جدا طبعا من أجل استقرار المنطقة نجحت سوريا في أن هي تتصدى للفوضى والقراب المستعجل نجح الرئيس بشار الأسد في أن هو يقود المواجهة ضد عشرات الدول نجح في ذلك بعض الناس يقول لك إيه؟ ما هو السبب؟ دعا ما أنت عاجبك حال سوريا؟ الفوضى منتشرة فيها ما أهلك؟ قل لهم السبب ما أنت السبب؟ الناس اللي هي بتتهمنا بذلك هم أساسا السبب ما أنت اللي ديت مبرر للتدخلات الخارجية في الشأن السوري لما أنت بدأت تدبح وتقتل وتثير الفوضى وتحرق وتخرب في قلب الوطن السوري وتلزقها في بشار الأسد هتقول لي بشار الأسد ارتكب جريم ومش عارف مين؟ من حق أي رئيس دولة ومن حق بيش الدولة دية ومن حق الأمن بتاع الدولة دية أنه يتصدى لقوة الخيانة والفوضى والخراب حق أي دولة؟ لما الولايات المتحدة الأمريكية تعرضت للخطر أبادت وضمرت وقتلت واستحلت لنفسيها تركيع كثير من شعوب العالم حفظا على أمنها وبالتالي أنت بتثر الفوضى في قلب الدولة السورية والمطلوب أن أتغزل في جمالك احمدوا ربنا أساسا أن السورية لزالت وقفة على رجليها وده كل بفضل ربنا ثم قيادة بشار الأسد للدولة السورية في زيارة هي الأولى منذ سنوات وزير الخارجية السورية يصل إلى القاهرة وزير الخارجية السورية يصل إلى القاهرة في أول زيارة من نوحة منذ عشر سنوات وزير الخارجية السورية يصل إلى القاهرة طبعا يعتبر بمثابة حدث عظيم جدا تلقفته كل وكالات الأنباء العالمية مصر سورية تحولات إقليمية تسهل إعادة بناء العلاقات الثنائية القاهرة ودمشق تتفقان على تكثيف قنوات التواصل ما بين البلدين طبعا ردود أفعال على المستوى الدولي لأن زيارة وزير الخارجية السوري للقاهرة تعتبر بمثابة علامة فارقة في تاريخ المنطقة كلها سورية مصر شكرا جزيلا عن مقريب سوريا إن شاء الله هتكون في قلب جامعة الدول العربية على الرغم من أن وجود سوريا في قلب جامعة الدول العربية لا يمثل إضافة لسوريا بل بالعادس يمثل إضافة لجامعة الدول العربية ليه حضرتكم مع الأسف جامعة الدول العربية مجرد كيان وهمي أنا بعتبره كده لكن على الأقل نحن بنقول إيه آهو علامة من ضمن علامات أو آخر العلامات اللي بتوضح نوع من التكاتف العربي بنقول يمكن ربنا يصلح حالهم جميعا ويفعلوا دور جمعة الدول العربية وبالتالي عما قريبها ترجع مرة أخرى تمارس دورها العربي دفاعا عن أمن المنطقة أولا وأمن الدولة السورية ثانيا أراكم على خير اشتركوا في القناة